سلام لبنات ومرحبا بكم في قناة أم الأولاد إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير أنا الحمد لله راني في نعمة قبل ما نبدأ الفيديو تاع اليوم نصلوا كامل على نبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وشراكم لبنات إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير إن شاء الله دايما تكونوا مهنيين وفرحانين في حياتكم الفيديو تاع اليوم واللاغوتين تاع اليوم بزاف شابة ما تراتوش ما تزابيوش أقعدوا تبعوها حتى للأخر فيها وصفتين وفيها أنقوماج للوجه بزاف هايل مكونات بسيطة واقتصادية إن شاء الله تعجبكم وتسيوها وتقولوا لي كيفاش جاوكم هاد الوصافات بينسوغ كيما راكوا تشوفوا فيها البنات راني نرجع في الماعن تع البارح تع العشاكي غسلت ونقيت كامل الكوزينة نمسحهم بينسوغ باش ما يقعد ليش المافلي زيليمو وماملي زيليمو يقعد بزاف هايل أهنا يا الوصفة التاعي في الحقيقة أنا درت الشربة التاعي طيب حبيت دايما مع الشربة نزيد حاجة حبيت نشارككم في هاد الوصفة تاع الباتنجل كيما نقولوا تكتوكا باتنجل جيب الزاف هايلة أهنا كيما شتوني قطعتها ديبتي مخصو ودرت الزيت فوق النار خليتها تسخن مليح ومبعدها نديرها نخليها حتى تدبال كامل ما ندير لا لا ملح لحتى حاجة جي فيها واحد البنة كي تتقلى تمد واحد اللقوب الزاف هايل أهنايا نزيد لها حبة تاع الطماطيش نرابي فوقها تلت سنينات تاع الطم كيما لابلكم الباتنجل تحب زاف الطم كيال يقولوا لها الزعلوكا كل واحدة كيفاش يسميها وكيما قلت لكم انا دايما طيب فطور وعشا عندي ولداتي ما نقدرش كيما نقولوا لي كيدي صباح طيابي العشيين نتهنى درت الشربة تاعي راهي طيب كيما قلت لكم ودرت هاذا تشكتوكا الزعلوكا نزيدها زيادة يشبعوا ومامتون نتهنى من الكوزينة كيما راكوا تشوفوا فيها هايلك نخليها تتقلى هاذيك طماطيش نزيد لها تقلى ملح ومامتون نزيد لها تقلى العكري كيما شتوني وهنا نزيد شوية تا الكمون نخلطها كيما راكوا تشوفوها غير بالعقل نغطيها ونخليها تتقلى مليح مليح حتى هذيك طماطيش تتلق كامل المديا لها وتتلق البنه كيما راكوا تشوفوا فيها هايلك بعد ما طابت راكوا تعرفوا بلي البتنجل كي تقلات راه يتخلها طيب هذي كنتو ما عطيش نزين نخليها واحد العشر دقائق ولا ومبعدها نكسر عليها البيض حبيباتها على البيض كي نقول لكم ما تبينش كامل بليز علوكا سرتو دراري انا ولادي مشي ما لفي يأكلوا البات انجال والله هي البنات غرستقوني غير كلاوها وعجبتهم مادا بكم تسيوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم واحد البنا وريحتها بزاف هيله شهيتكم في الجنة ان شاء الله تجربوها شوفوا كيفاش جات جات الله يبارك ما شاء الله هيلك بعد ما يطيب لي كامل البيض شوفوني نفرغ معاكم ونوري لكم كيفاش جات الله يبارك ما شاء الله ان شاء الله تسيوها شوفوا هيلك في الطبسي وهنايا نديلها شوية تعال معدنوس كيما نقولولا في نيسيون هيلك الشربة ديالي درت شوية خبز فطير فطروا الله يبارك بعد ما خصلت معناتي ونقيت الكوزينة ديالي روحت ديالي شوية في روحي كيما على بلكم دايما واحد لازم ما يغفلش على روحو اهنايا عندي شوية خميرة كيما راكو تشوفو فيا وهذا ماء الورد هاوليك مكتوب السعر ديالي وشريته ب 10 الف عند الكوزميتيك بيانسور هاوليك درتو في الفخيجي دا يغليله كاملا خليه لازم كي نستعملو لازم يكون بارد لبنات باش كديريه في وجهك يحكملك لوجه ديالك تحسيه محكوم مدلك الباريق مدلك واحد النوعو مالحة لازمك الم Did you Whatever. لا تصوره شوية العمل ومحكومه 2008 جنة وكي ما نقولوا لي قاعدتها في الدار ديروش خطرات في السمانة ولا يقصو لاخدامات افضائيه في الويكند كي نقول لكم ينحيلك هذه الدباغه ثاني اللي عندها الكنف كما نقولوا مع الطول دائما 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 ديريه تديريه مع الوقت يباني يبان وجهك باللي يتبدي الوبيض تحسيه باللي بها تنحل وكامل هذيك الكحوليات وتاني اللي عندها وجهها مشقق كما نقولو ساعة كان عندها البشرة الجافة تم تم وجهها ينشف هاد القوماج بزاف هاي اللي ها مدى بكم تسيواه وتقولوا لي كيفاشمُ والتلابود تعكم انشاء الله تفرحوا به كما نقولو انه قوماج سيمبل مو كوينة بصغيم بسيطة و تقول ان شاء الله الله كل عدر الله يبارك و احنا يا البنات كما راكو تشوفو اشاك فو نزيد ماء الورد حتى نتحصل على انكخام كالبومادة كما راكو تشوفو فيها تولي طرية ماشي جارية بزاف وماشي يبسة نقدر نتحكم فيها كيفاش نديرها نديرها في كامل وجهي نخلي غير لتوق تعيني برك هذا ما كان نديرها كامل فوق نيفي احناكي نديرها و نخليها تنشف انا هنا ينوري لكم شوية فوق يديها باش نوري لكم ابو بخي كيفاش نديروه هايليك ماذا بك تلصي بكاش حاجة تعنيه لو لا ما تستعمليش يديك باش ما تمرمديش الحالة تخليه ديري هاكا كامل و تخليه ينشف كما نقول و تكسلي ولا ريحي واحدة نصف ساعة ساعة اربع ساديبون تخليه حتي ينشف كامل تحسيه بلي يبس على وجهك و مامطون تشوفي وجهك اللي تحكم فهدك الوقت تروحي دقوميه كيفاش دقوميه هايليك انا شوفوا البنات كيفاش نشوف معايا كيفاش ولا حتى اللون تاعو كيما نقولو يتبدل هنا يتبدي دقومي فيه غير بلاعقل ديري كاش سربيتها ولا كيما نقولو روحي لاصال دوبان ولا باش هدك لفتات كيطيح شوفوا شوفوا كيفاش ولا الله يبارك و شوفوا هديك البيوضيه اللي خليها بارابور منا كنت شوفوا فيا كي نقول لكم روح هد القوماج معليكم غير تجربوه وهنا يا البنات الوصفة اللي وعدتكم بيها ديول تاع المقلة في الحقيقة انا كي تكسلت و درت القوماج ديالي لقيتوني نخمم قاعدت نخمم انا العشة التاعرة هو طايب درت الشربة و اوزعلوكا وش نديلهم للتبناج انا اولادي موتوا على التبناج كيما نقولو مولابنة يحبوا في الليل كيما نقولو يقرمشوا و اليوم ما رانا الخميس ما يقراوش مع العشية قلت والله غر كيما قال جاتني الوصفة تعديوا لتاع المقلة و حبيت انجربها معاكم و ان شاء الله تاني تسييوها على خطر وصفة بزاف هيله اهنايا كيما شتوني درت كيلة تاع الفارينا و نزيد كيلة تاع سميد الرطب و ندير تلت كيلات تاع الماء ما عادي اهنايا نزيد مغرفة كبيرة تاع الزيت و نخلطهم مليح مليح ندير شوية تاع الملح على بالكم باللي لازم نديرو شوية تاع الملح باش يجو ديول تاعنا ملاح هايليك نخلطها بالمغرف كيما راكو تشوفو و بعدها نحكم لبغا ديالي لبغا ميكسور و نبدأ نخلط فيها على واحد العشرة دقائق و لاربع ساعة حتى توليلي كيما نقولو انك خامت و توليلي كيل بومادا كيما راكو تشوفو فيها هنا حبيت ندير شوية ليسيقة كان عندي حفنة تاع الكوكا و عندي العسل قلتوا علش لا لا ما نديرو مش حاجة للتبناج و مامتون طيب بقرجاتين اللي موليداتين قوعدون قصروا شوية نصهروا اليوم الخميس دايما انا كيما نقولو بالخميس ندير لاتاي مي جوغت سوما لا لا راكو على بلكم دراري يقراو سيكلاتي يصهر و مامتون و مامتون يقدرو يصهروا و غدوا يصبحوا و لا يهمنيش وقت ما نضو نضو كيما نقولو صباح التسعة و للعشرة يرقدو كيما نقولو آلاز الويكند يريحو تخيط خبية اهنا كيما شتوني نخليها تريح واحدة نص ساعة باش نبدأ نخدم فيها لازم المقلة تكون ما تلسقش كيما نقولو تعتيفال تكون مليحة و الا كانت تلسق دايما ادهنيها بالزيت باش دايما ديولتها وعك ما يلسقوش حطيتها فوق النار تسخن مليح مليح و بعدها نجبدها و نبدأ ندير بالبنسو هناك تديري البنات ما تخافوش ما تقوليش اهدوك بلك ما ديري غير بالعقل كيما نقولو الرسميها غير بالعقل ديري قعف لتوق تع المقلة ديالك و بعدها تدخلي للغسط ها زيدي ديري بالبنسو و نبلايسلي ما ديريش بزيف و تديريها فوق النار دايما تكون نار أبتيفو كيما نقولو نار قليلة و تنحيها كامل في كونتوق كيماشتوني البنات نحيها بالموسمي ماشي من الجهة اللي تقطعي بيه بظهر ديالو باش ما تواسيش المقلة ديالك ما تكرطيهاش و اشاك فوا هايليك نمسح بشيفونا تكون نقية و نزيد نعاود كيما درت في اللول هايليك ندير كامل في كونتوق و بعدها ندخل للوسط كي نقولو لكم يجو ديول الله يبارك ما مكي تقليهم يجو يقرمشو يجو بزاف هايليين تقولو كيما نقولو تع برا الله يبارك في عدشريها بعشر الاف ولا بتسعة الاف هاي غير مكونات بسيطة عندك في الدار شو يسميت شو يفارينا و انتي ديلي كونتوق كيما نقولو بلك ديالك زوجت زازن تاع الديول على خاطر هادوك ديول تعبك اللي ديروهم في السنوات عن حاس كيما نقولو طريقة بزاف وعرا كيم بزاف لي ما تقدرش مي هادية كيما نقولو اي وحدة تقدر تدير ديول في الدار انا في الحقيقة يما الله يرحمها عند هازوج سنوات هوراهم عندي هنا في الدار ستقوني مي محبيش نصعبها عليكم على بالي بلي كيم بزاف لي ما تعرفش مي هكدا في المقلاة تم تم ساهلين كيما نقولو تديري هكا يديري بوراك ولا تديري لي سيقاغ ولا تديري السامسا كيما راكو تشوفو في اليوم جبتلكم رمضان يجري جبتلكم رمضان وشم الشربة وشم السيقاغ كيما راكو تشوفو ان شاء الله تجربوها الوصفة هادي وتفرحوا بيها ومامتون تاني اه نقصان في المصرف كاكو تعرفوا باللي ديول غاليين تنقصي على روحك بزاف حاجات تسوختو في رمضان البنات لافاخ ستاعي شوفونا الكوكو التاعي حرقتو شوية راهو طايب شوية زيادة مي معليش درت تلت حفنات تاع كوكو كيما قولو قسمتهم درت شوية تاع السكر شوية تاع القرفة واسيتهم بالمزهر اهنا يا مولابيتي راهو معايا على بلكم شوي قولي قولي بوه بوه ماشي لي سيقاغ هادو تقولي درتي البوراك قلت له معليش معليش اهدر كيما نقولو بعدك يدو قولي رايك وقولي كيفاش جاوني اهنا هايلي كدرت الزيت تاعي تسخن درتهم اي طيبو نديرهم ابتيفو على خطرة وعلى بلكم دورتهم سيقل داخل باش ما يقعدوا لكش خضورة يجوا بزيف هايليين ويجوا يقرمشوا على خاطر لو كانت زيدي النار يتخطفوا من بره ويقعدوا لداخل خضورة ومبعدك يتاكلهم ما يجوكش كامل ملح اهنا كما راكو تشوفو فيها نخليهم ما يطيبو ونشوفها حمارة نقلبها ومبعدا نقطرهم كامل في الكسكاس ونخليهم يبردوا بعدما يبردوا البنات باش نعسلهم جامعة تعسلية لسيقاة توعك وهم سخونين على خاطر راح يتشم بخو وميجوش كامل بنان ونقول كامل اللي زابوني التوعي جدد ولا لقدم نقول لهم في غيم ويعطيكم الصحة على التعليقات اللي راكو تبعتوا لي فيها الايجابية ولا السلبية البنات في زوج على خاطر الايجابي بيان سيغم ليحمي السلبي تاني هو النقد البناء اللي كما نقولو نبني روحي ونزيد نمد كتر وكتر وانشالله كما نقولو نزيدنا نتعلم من الغلطة ديالي وواحد ما زاد معلم في الدنيا هاي في غيم وربي يفرحكم ويعطي لكم انشالله ما تتمكن وخليت لكم البنات الانستاغرام ديالي في صندوق الوصف اللي حب تتواصل معايا واللي عجبتها الفيديو معليكم غير تبرتاجيوها مع احباباتكم باش تكبر القناة التاعي وتكون الفايدة كبيرة وانا يا البنات من هدا كنوع اللي حبي تعشى بكري نكمل كل حاجة على بكري نرتب كوزينتي كل حاجة في بلاستها في الويكند نصهار مع ولداتي ومع مولابيتي وكي يكونوا يقراو بيان سيغ نرقدو بكري وننوضو بكري هنا يا هايليك شوفوا قسمت معاكم الحبة شوفوا كيفاش جاتني على بلكو مش قلي مولابيتي قلي هي اللاطاي تعال بورك مي القو تعالي سيغاخ عجبتوا بزف بزف هايليك جات بزف هايليا تقرمش اطرية الله يبارك جرت معاها بقريتش تعلاتي قاعدنا ريساننا قصرنا اصهرنا معلية غين نقول لكم لبنات اطهلا وفير وحتيكم سلام